السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الماقلة له بصنا بلا يتبعني هستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه ترد الجديد وحاصر ظهر على النايل سات لقناة بي تيفي الواضح من القناة تقدم برامج متنوع وفن ودراما هو قناة روعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القيمة اللي عنده خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسافرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسافر داخلي أما بالنسبة لكتر من سين في المية من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على زرار المينيو ونقف على قيمة وقفة كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بدغت على هي بزرار أوكي هيظهر لقيمة تانية وفاقا قيمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة لقيمة الإنجليش هضغط من الرموت على زرار المينيو وقف على كلمة إنسلاشن واضغط أوكي هيزهر مواقع خيمة تانية أفاك كلمة ترانزبردة اللي استباديوا نزل عليها واضغت OK ومجرد ما بضغط على قيمة الترددات بزرار الاوكي هلاحظ ان ظهر معايا قيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاعي وبعدين هضغط اوكي. واتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي. عشان يظهر لي خيمة جميلة مكتوبة كلمة اسكانة او البحث في اعلى الخيمة. ومجرد ما بضغط على القيمة دي بزرار الاوكي. الجهازة يبحث التردد بتاعي. ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرموت. وبالتالي الجهازة هيحفظ التردد. ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح. القناة اللي معنا في حلقة النهاردة قناة بي تي في. زهرت على النهال ساد بتاريخ شهر سبعة او بتاريخ شهر يوليو العامة اتنين وعشرين. بي تي في زهرت على تردد. حضاشر خمسة ستة خمسة معدل الترميل سبعة وشين خمسمية والخطبية ايتش او هريزين تلوافقي. التردد اشارته عالية وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من ستين او سبعين سنتي. ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي. او شاشة عرض بتحتها الارسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستعبل القناة على جهازك. بي تي في واحدة من ارواح القنوات تواجمل القنوات اللي زهرت على النايل ساتو بنصح الكل ينزل على جهازه. وبهديها لكل مشاركين وامتابعين قنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول. ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في القناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد. بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.